اشتركوا في القناة الأمواج العاتية لكن كمان سفينة الآلي تعرضت هي الأخرى لموجة أشد خطورة وأشد قسوة تسونامي تعرضت لتسونامي أما ليه واختبار في الصلاب واختبار لحاجات كتير جدا يا أستاذ إبراهيم احنا عملين نتكلم عن الكرة المصرية وطريقة إدارة الكرة المصرية والمناخ الذي نوفره للكرة المصرية مش أحسن حاجة بالعكس كل الناس اللي حوليك تكتشف أنها بتشتغل أفضل منك وبتخطط أفضل منك وبتحاول أنها تاخد الماكسيمم أو الحد الأقصى من الأندية واللعبين إيه اللي احنا هنا؟ احنا نازلين تكسير في الكرة المصرية وفي واقع الأندية بعد ما شفنا المهزلة في بطولة الشباب والنشئين أتت دور على الأندية شعال أشوف حال الأندية المصرية وخصوصا المشاركة في البطولات الأفريقية الأفريقية خسر الأهل بموجة عليها تسونامي خسر الزمالك بطريقة يعني يمكن محدش قدر يتكلم غير على جدارة الفوز وأن الزمالك ما كان يمكن أن يحقق أي فوز في هذه المباراة وأتت دور على ولم ينجو إلا فيوتشار في مباراة فيها جدل تحكيمي كبير جدا أن أصلاً كان يعني له الحقوق لم يحصل عليه فأدي واقع الكرة المصرية هل دي صدفة ولا ظاهرة محتاجة أن احنا نقف ننقشها